السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أيها الإخوة في حديثنا هذا الذي يتناول الحج وما فيه من الأسرار العظيمة فالحج أيها الإخوة كلنا يعلم أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة ولكن الله علقه على الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا فهو يسقط بعدم القدرة ولهذا له أيها الإخوة فضائل كثيرة هذا الحج إذا جاء به العبد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالحج أيها الإخوة حقيقته توبة ورجوع إلى الله عز وجل وإنابة إليه وانتقال إلى ذلك البيت العتيق وتلك الأماكن الشريفة من عرفات ومزدلفة وغيرها من شعائر الله عز وجل لأجل تحقيق العبودية الأهم وهي التوحيد في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هنا تحقيق للعبودية للتوحيد لله رب العالمين أنك لا تدعو مع الله إلها آخر فاغتقول لا شريك لك فأنت تدعوه وحده كما قال جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فالهدف من هذا البيت هو تحقيق العبودية ألا تشرك بي شيئا ولذلك ينبغي المسلم أن يتذكر أن هناك من لا يفقهون هذا المعنى نهائيا فيحضرون إلى تلك البقعة الشريفة وهم يحملون معهم الشرك الأكبر دعاء غير الله عز وجل من الملائكة أو النبيين أو الصالحين أو غير ذلك قال الله تعالى في بيان أنه ليس فقط الشرك في السجود للصنم وإنما الشرك أيضا حقيقته في الأولياء والأنبياء والملائكة فالنصار شركهم بعيسى ظاهر جلي دعوه مع الله عز وجل ولذلك يقول الله له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهكذا أيضا اليهود ولذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهناك من ليس شركهم في الأنبياء بل بمن هو دون الأنبياء كالصالحين من آل البيت من الصحابة حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والإطراه والزيادة في الثناء ويقع بسبب ذلك رفعش ذلك المثنى عليه فوق رتبته الحقيقية فيرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق رتبته فيقولون يا رسول الله وهذا موجود عندهم قبل أن يأتوا إلى مكة ولكنهم يحملون ذلك حتى في تلك البقعة الشريفة وأول ذلك تجد أنهم حتى تجد موجود في بعض مساجدهم أنهم يكتبون يا الله يا رسول الله على قبلة المسجد داخل أمام المصلين يا الله والثانية يا رسول الله وهذا هو شرك لأن دعاء غير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا هو شرك أكبر فإنه لا يدعى غير الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فإبراهيم عليه السلام إمام الحنيفية خليل الله هو رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هذا الخليل وكان هو خليل بل هو أعلى منه مرتبة فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن يدعو مع الله إلها آخر الأنبياء كلهم يعرفون أن رسالة السماء إلى الأرض هي تحقيق العبودية وهي الدعوة إلى عبودية الله وحده هذا هو مضمونها الأكبر والأهم نوح عليه السلام لما حصل ما حصل من غرق غرق ابنه لم يذكر الله تعالى عنه أنه قال أتربص حتى ينزل جبريل فأخبره بما في نفسي وأن الله جل وعلا أغرق ابني وقد وعدني أنه لا يغرق أهلي فناء لكنه لم يفعل ذلك لأنه خلاف التوحيد مع أن جبريل ينزل عليه ينزل على نوح مع ذلك الله تعالى يخبر أن نوح عليه السلام في هذه المعضلة وهذا الموضوع المهم في حياته والذي أثبته الله في القرآن الكريم بجداله ونقاشه مع ربه قال الله تعالى ونادى نوح ربه لم يقل ونادى نوح جبريل وقال له بحكم أنك تذهب إلى السماء وتقابل وتسمع من الله فأريدك أن تشفى علي عند الله بأن يعيد ابني إلي والموضوع كذا وكذا لا ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي هذا هو التوحيد لا أحد ينادي غير الله ولا يدعو غير الله فمن دعا غير الله فهو مشرك كافر بالله ولو صلى ولو صام ولو جاء إلى مكة وطاف بالبيت هو يطوف بالبيت ويطوف بالأضرحة هو يقول يا الله ويقول يا فلان بل إن مشرك هذا الزمان أعظم من مشرك قريش فإن مشرك قريش في الشدة فقط في الرخاء فقط يدعون غير الله أما في الشدة فيخلصون لله لا يدعون إلا الله كما قال الله عنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال في آية أخرى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أنتم بعد ذلك تشركون فلذلك ينجي الله من الكربات حجة على ذلك المنجة والذي أنجاه الله من تلك المصيبة أو هذا الأمر الذي قد وقع فيه حجة عليه والمطلوب أنه لا يدعو مع الله أحد فلذلك على المسلم أن يعلم أن أهم شيء في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هو تجديد العهد تجديد العبودية أن العبد هذا المؤمن أما بيت الله آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا آمين يعني قاصدين ولذلك الحج لغة القصد والزيارة وأما شرعا فهو أفعال مخصوصة في وقت مخصوص وهو رك من أركان الإسلام لكن الشاهد أن هذا القصد وهذه الزيارة تفعل لغير الله ويقصد بها غير الله ويذهبون إلى أماكن أولئك المقبورين الذين لا يشعرون أصلا بهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أخبر الله تعالى وأخبر سبحانه تعالى أن هؤلاء المشركون إذا جاء عند الشدة وأراد الله أن يقبضهم في تلك الشدة حال بينهم وبين التوحيد أصلا فلا يدعون إلا غير الله وهذا أمر ملاحظ أثبت الله سبحانه تعالى دعاء فرعون لكنه في وقت لا ينفع أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أما آخرين فإنهم إذا جاءهم الموت والعياذ بالله يحال بينهم وأن يقولون يا الله بل يقولون يا فلان يا فلان وينادون لأن الملائكة تقول لهم ادعوا شركاءكم يلا خلوا منقذونكم من هذا الموقف هذا موقف ستنتهي بكم الأمر إلى العذاب والعقاب صلى الله عليه وسلم أدعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويظل عنهم كما قال وظل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله فإذا على المسلم أن يخلص لله التوحيد فلا ينفع لا في الشدة ولا في الرخاء إلا الله وحده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هل تؤمن بذلك هل تؤمن بقوله تعالى لا ملجأ من الله إلا إليه تؤمن بذلك فما هناك ملجأ من الله إلا إليه فالذي يفر منه هو الله ولكن يفر منه إليه ففروا إلى الله تفر من الذنوب تفر من الأخطار مما قد قضى الله سبحانه وتعالى عليك قضى الله عليك بالذنب فتفر إليه بالتوبة وتطلب منه العفو فلا أحد يستطيع أن يقيك شر ذنوبك إلاه لا يغفر الذنوب إلا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولهذا قال عبدي لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم استغفرتني عبدي لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا ما تدعو معي أحد كما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك وحجك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحالة لثلاثة مساجد لم يقض ثلاثة قبور والنبي صلى الله عليه وسلم مسجده مع أن القبر أدخل في عهد الوليد بن عبد المالك ضمن التوسعة إلا أنه لم يكن في المسجد قطعا فإنه عليه الصلاة والسلام بيته دفن في حجرة عائشة وحجرة عائشة ليست في المسجد أصلاً لأنه كان يخرج من بيته إلى الصلاة وكان يصلي في بيته إلا المكتوبة يصلي النوافل في بيته إلا المكتوبة في المسجد فليست الحجرات في المسجد ولا يظن بعض الضدان أن النبي سلم في مسجده قبر هو مقبور في حجرة عائشة ولذلك ينبغ علينا أن نعلم هذه الحقيقة وإذا قصد الإنسان مسجد رسول الله يقصده لأجل المسجد فإذا جاء هناك يسن له أن يسلم على النبي سلم وعلى صاحبيه وعلى أيضاً قبور الصحابة في البقيعة وغيرها لأن هذه من السنة لمن كان في البلد أما أن يقصد فهذا يدخل فيه الزيارة التي شرعها الله لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد فلننتبه إلى هذه القضية أن الحج قصد وزيارة وأنه تحقيق ليش للعبودية وأنك سترى ربما معك أناس يرددون لا إله إلا الله وهم بعيدين عن لا إله إلا الله يقولون يا فلان وتحت بيت الله تحت الكعبة يدعون غير الله عز وجل نسأل الله العافية والسلامة فكن أخي المسلم صادقاً مع الله في حجك ولهذا قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حج المبرور الذي عاد فيه العبد إلى التوحيد ورجع إلى عقيدة رسول الله وأصحابه والمؤمنون من أول ما خلق الله الخلق لا أن يلث لله الأرض ومن عليها العقيدة الصحيحة وهي دعاء الله وحده لتؤمنوا بالله وحده وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوننا صلى الله عليه وسلم فهذه هي أعظم سر من أسرار الحج هو تحقيق العبودية وهذا أمر ظاهر في أنه يكثر من التلبية لأنها هي شعار الصدق والعودة إلى الله إلى التوحيد إلى أنه لا يشرك بالله شيئاً لا شريك لك أما كفار قريش فكانوا يأتون بالحج ويذهبون إلى عرفة ولكنهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً تملكه وما ملك فهذا شريكك لأنك تملكه وما ملك نسأل الله العفوة والسلام فليس لله شريك فهو المالك لهذا الكون كله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الأمر الثاني التوبة إلى الله من الذنوب كلها الحج أن تعود من ذنوبك يوم ولدتك أمك فأنت جئت من بعيد تريد عفو الله عز وجل وتقصد أن يغفر الله لك والله يغفر الذنوب جميعاً لكن هذا الحج فرصة إلى أنه صفحة جديدة في عمرك إذا صدقت مع الله عز وجل وحافظت على الحج لا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال فتحفظ لسانك ولا يكون هناك فسوق أنت جئت لماذا؟ جئت لتحج الحج الصحيح وتريد معفو الله فالمعاصي أصلها خطر فكيف إذا كانت في تلك البقعة الشريفة العظيمة بقعة شرفها الله يجب علينا أن نحافظ على قصدنا ونيتنا وأننا ما جئنا إلا نريد عفو الله ومغفرته بعض الناس يسأل عن سقوط شعره من رأسه وماذا حكمها؟ هل فسد حجي؟ ماذا علي؟ بينما هو يحلق لحيته فهل أولا شيء بعض الناس يأتي ويسأل عن لبس النظارة وهو يلبس خاتم الذهب الذي نهى عنه رسول الله وقال الذهب لإناث أمتي وحرام على ذكورها وغضب لما رأاه على أحدهم ونزعه وقال يعني يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده بعض الناس يقول لك يا أخي اش رأيك يا شيخ في لبس النظارة هل يفسد الإحرام؟ وهو لابس ذهب الأمر خطير يعني أنت ما فهمت ليش جئت؟ جئت للتوبة للعودة إلى الله تخلص من الذنوب بعضهم يأخذ معه أوساخه يأخذ معه الدخان والشيشة والذاء ويأخذ معه رفقة غيبة ونميمة وإيش هذا؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج عودة توبة إنابة هذا معنى الحج أنت جئت ولهذا يقول الله جل على ما أراد هؤلاء هذا هو القصد في يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بالواقفين ملائكته ثم يقول انظر الهدف إيش؟ قال ما أراد هؤلاء ليش جايين شعثا غبرة تركوا ديارهم ما أراد هؤلاء ثم يقول أشهدكم أني قد غفرت له ما دام أن إرادتهم ليس لأجل التجارة وليس لكن لو أن الإنسان تاجر عارضا وليس قصده جاي من بلده عشان التجارة وإنما جاي من أجل الحج لكن له أن يبيع وله أن يشتري لكن الهدف ليس التجارة بعضهم جأت من أجل المسألة شحاذة يشحذ بعضهم يأتي لأجل السرقة يسرق من الحجيج هذا إنسان لا يفهم قضية الحج ولا معنى الحج الحج توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل لأنك ربما لا تدرك الحج مرة أخرى من عامك القابل وهذه نعمة من الله أن يبلغك الله هذه الشعيرة يبلغك هذا الموسم فتصل إلى هذه البقعة هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك فاشكر الله ولا إياك أن تتخلف عن التوبة النصوح التي معروف شروطها هي الإقلاع هي الندم هي العزم على أن لا يعود هي يعني إرادة هذا الشيء اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا ممن فهم معنى الحج وحقيقته لا أولئك الذين يحملون معهم الشركة فما دونه اللهم اجعلنا من الصادقين ولا يعني أن الإنسان قد لا يخطئ في هناك لا إذا أخطأت فتب واستغفر وارجع إلى الله عز وجل ليس معنى ذلك والله أنا وقعت في غيبة فسد حجي انتهى حجي لا عليك التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار والاستحلال ممن قد أخطأت في جنبه هكذا لكنك عليك أن تحافر مثل المصلي ويصلي جاء يصلي لقد قد يسهو قد يقع في شيء من الخطأ في صلاته فعليه أن يتوب وأن يجبر هذا الخطأ وأن لا يستمر على خطأه وأسأل الله تعالى جعلنا وياكم ممن حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ليس فقط مكفر لا جزاءه الجنة أعلى من العمرة أعلى من العمرة نسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن يوفقون للحج الصحيح ونجعلنا من الصادقين وحزبه المفلحين وعباده المؤمنين وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان وعلى الحجاج والمعتمرين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يسر حج المسلمين حجنا وحج أهلينا والمسلمين إنه جواد كريم وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على هذه الأمانة وعلى ما يكون به تيسيرا لحجاج بيت الله صلى الله عليه وسلم وعلمين ورحمة الله